دين التمزم والحوام رباه بلغنا السلامة والنعم رمضان لا حرمان فيه ولا سقم واطرد وباء أغلقت جراءه كل المساجد والحنين لها الطرم طالله يا رمضان عيشك طيب سيزول فيك الضر ينزاح الألم ونقوم ليلك في المساجد خشعا ونقول قد غرب البلاء ونبتسم وتعود أرض المسلمين طهورة ويطوف أهل الله في صحن الحرم الحمد لله ذي الجود والكرم الذي علم بالقلم وخلق الوجود من العدم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للأمم أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وهدأ بالكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد مع برنامج هذا ديننا نعيش لحظات قليلة نتنسم عبيرا فواحا ونقطف بعض الورود والرياحين لنمتشق عبيرها ونحن نعيش في أيام هذا الشهر العظيم المبارك نتحدث عن بعض الأخلاق الرمضانية التي يكتسبها الصائم ويكتسبها المسلم خلال شهر رمضان المبارك وينبغي عليه أن يحافظ عليها بعد رمضان أول خلق نود أن نتحدث عن هو الإنفاق في سبيل الله من المعلوم أن رمضان شهر الصدقات فيه تشجيع وحث على إنفاق المال وإطعام الطعام وكفالة الأيتام ومساعدة المحتاجين من المؤسف أيها السادة الكرام أننا قد نجد إنسانا يملك المال ولكنه لا يحسن التصرف فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ويقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من همان لا يشبعان طالب علم وطالب مال ويقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها ويقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه من المؤسف أنك قد تجد إنسانا يعطي أفخر الهدايا وأثمن العطايا لأصحاب الجاه والمال ولكنه يبخل بأن يعطي فقيرا محتاجا شيئا من أساسيات الحياة قد تجد إنسانا يقيم أفخر الموائد وأشهى الولائم من أجل الصفقات والعلاقات العامة وما شابه ذلك ولكنه يبخل بأن يعطي فقيرا رغيف خبز يقيم أوده ويسد بلعته قد تجد إنسانا يبخل بأن يذبح الأضحية في عيد الأضحى بحجة أن التكلفة عالية ولكنه قد يشتري جهازا جوالا أو حاسوبا بثمن يفوق ثمن الأضحية من أجل مواكبة العصر حينما كان الحج متاحا قد تجد إنسانا يملك المال ولكنه ليس بحريص على أن يحج بيت الله الحرام لغلاء الأسعار وارتفاع التكلفة ومع ذلك فقد يسافر إلى بلاد كثيرة وينفق أموالا طائلة من أجل تغيير الجو كنا نجد أن بعض الناس كانوا يقيمون الحفلات والأفراح في أفخر الفنادق والنوادي وينفقون ما يربع على مئات الآلاف في ساعات معدودة ومع ذلك لا يحضون على طعام المسكين والحق سبحانه قال في محكم آياته أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين يعني لا يحض غيره على أن يطعم ذلك الفقير الذي لا يجد ما يكفيه وطلب الطعام هو أصدق السؤال لأن الذي يطلب منك مالا قد يكون كانزا للمال أما الذي يطلب منك رغيفا ليأكله لا شك أنه جائع لا يجد ما يسد بلعته ولذلك فإن الذين يمنعون إطعام المساكين ويقفون في سبيل ذلك يرتكبون إثما عظيما تزول به النعمة عنهم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين إطعام الطعام أيها السادة من أسباب دخول الجنة النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وحينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غرف الجنة قال غرف الجنة لمن أدام الصيام وأطعم الطعام وألان الكلام وصلوا بالليل والناس نيام و رمضان شهر صيام احرس على أن تفطر صائما ولو بشق طمره فإن من أفطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء اتقوا النار ولو بشق طمره واحرس على أن لا تبخل بما آتاك الله من فضله يقول ابن آدم مالي مالي و ليس له من ماله إلا ثلاث ليس له من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى فالصدقة هي الباقية و النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا و يقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا روي أن رجلا من بني إسرائيل كان يجلس في بيته مع زوجته ذات يوم يتناولان الطعام وكان أمامهما دجاجة و إذا بالباب يطرق فقال من الطارق؟ قال سائل جائع يطلب إحسانا قالت الزوجة لزوجها أعطي السائل شيئا من هذه الدجاجة؟ قال كلا و طرد السائل شر طرده تمر الأيام عجلة الزمن تدور و هي تحمل في طيها المقدور و إذا بهذا الرجل البخيل يصاب بالفقر المطقع و يخرب بيته و تطلق زوجته بسبب شدة الفقر و العوز و الحاجة تتزوج المرأة من رجل آخر و تجلس ذات يوم في بيتها مع زوجها الجديد يتناولان الطعام و إذا بالباب يطرق فقال من الطارق؟ قال سائل جائع يطلب إحسانا قالت المرأة لزوجها الجديد أعطي السائل جزءا من هذه الدجاجة؟ قال لا بل أعطيه الدجاجة كاملة و الله يخلف علينا بفضله و كرمه فأخذت المرأة الدجاجة و أعطتها للسائل و لكنها رجعت باكية قال لها زوجها ما يبكيك يا امرأة أحزنت لأننا تصدقنا بدجاجة؟ و الله إنما عند الله خير و أبقى قالت لا و الله ما لهذا بكيت و لكن أتدري من السائل؟ إن السائل هو زوجي الأول قال لها لا تعجبي يا زوجتي أتعرفين من أنا؟ أنا السائل الأول الذي طرق بابكم و هو جائع فطرده زوجك الأول شر طرده الظهر يومان ذا أمن و ذا خطر و العيش عيشان ذا صف و ذا كدر أما ترى البحر تعلو فوقه جيف و تستقر بأقصى قاعه الدرر اعلم أيها الأخ الكريم معلمي أيها الأخت الكريمة أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء و أن الصدقة تدفع سبعين بابا من أبواب البلاء و أن صاحب المعروف لا يقع و إذا وقع وجد متكأا قدم لنفسك خيرا و أنت مالك مالك غدا ستصبح فردا و لون حالك حالك و لست و الله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك سيدنا موسى عليه السلام رأى ذات يوم رجلا يصلي صلاة متقنة بخشوع و خضوع فأعجب بصلاته و قال ما أجمل صلاة هذا الرجل فأوحى الله إليه يا موسى اعلم أن مثل هذا الرجل لو صلى ألف ركعة و سجد ألف سجدة و قرأ ألف آية و صام ألف يوما و حج ألف حجة ما قبلت منه عملا قط قال و لما يا رب قال لأنه لا يؤدي زكاة ماله كاملة لا يخرج زكاة ماله كاملة أو قد يبخل بأداء زكاة ماله و يتوانى في إخراجها و كما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم في رحلة المعراج السماوية رأى أقواما يصرحون على أربع يعني يسيرون على أيديهم و أرجلهم كالبهائم و الأنعام و يأكلون من الزقوم و الضريع فلما سأل عن شأنهم أخبر بأن هؤلاء هم الذين لا يخرجون زكاة أموالهم أو لا يؤدون زكاة أموالهم و على النقيد رأى قوما يحصدون الزرع ثم ينمو الزرع سريعا فيحصدونه مرة أخرى فينمو و يحصد و هكذا يتكرر الربح فلما سأل عنهم أخبر بأن هؤلاء هم المنفقون في سبيل الله أو المجاهدون في سبيل الله بأموالهم و أنفسهم يكون لهم الربح الوفير عند الله عز وجل فالإنسان ينبغي عليه أن يحرص على ألا يتوانى و ألا يتأخر في إخراج زكاته أو في التصدق بما آتاه الله من فضله فالإنسان لا يضمن عمره في أي لحظة و من المؤسف أننا إذا مات لنا ميت فإننا نغفل عما ينبغي أن يصنع له إذا مات لنا ميت أيها المشاهدون الكرام فاعلموا أننا كما نسعى لتغسيله و تكفينه و تجهيزه و الصلاة عليه و دفنه فإننا كذلك ينبغي أن لا نغفل عن أمرين همين حساب زكاة مال الميت يوم وفاته و إخراجها و سداد ديون الميت يوم وفاته و لكننا إذا مات لنا ميت كنا نغفل عن هذه الأمور و سرعان ما نأتي بنصيب الصوان و صنع القهوة و قارئ القرآن أيام كان ذلك مسموحا به و تنصب السرادقات الكبيرة و تقف السيارات الفارهة و تشعل الإضاءات الباهرة و الميت يصرخ بأعلى صوته أخرجوا زكاتي سددوا ديوني و لا حياة لمن تناديه فالإنسان ينبغي أن يستغل ماله و أن ينفق في سبيل الله و هو على قيد الحياة و أن يصنع لنفسه ما أتاحه الله له من الصدقات الجارية فالنبي صلى الله عليه و سلم أخبرنا عن سبعة أعمال يجري أجرها للعبد حتى بعد موته و هو في قبره فقال سبع يجري أجرهن للعبد و هو في قبره بعد موته من علم علما أو حفر بئرا أو أجرى نهرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ربى ولدا صالحا يدعو له بعد موته فاحرس على أن يكون لك نصيب من هذه الصدقات الجارية التي يستمر ثوابها و أجرها لك بعد الموت نشر علم أو سقيا ماء يعني حفر بئر أو إجراء نهر مجرد سقيا الماء مصدر لسقيا الماء للناس هو من أجل الصدقات عند الله عز وجل بناء مسجد حتى و لو كانك مفحص خطا حتى لو شيئا يسيرا حتى لو شاركت بجنيه في بناء مسجد سيكون له أجر عظيم عند الله عز وجل كذلك توريث المصحف إذا تركت مصحفا أو أكثر من المصاحف فقرأ فيها الناس بعد موتك فسوف تأخذ أجر القارئين دون أن ينقص أجرهم شيئا بإذن الله تبارك وتعالى هذه أمور ينبغي أن نحرص عليها و ينبغي أن نستغل المال فيما ينفع بإذن الله تبارك وتعالى كذلك من الأخلاق التي ينبغي أن ننتبه إليها و نحن في صيام رمضان و بعد رمضان حفظ اللسان احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من صريع لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الصوم جنة يعني حماية أو وقاية هناك فرق بين جنة و جنة و جنة الجنة هي الحديقة و اسم يطلق على دار النعيم كما نعلم و الجنة الجن و الشياطين و أما الجنة الحماية أو الوقاية الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب و لا يرفش و لا يفسق فإن سبه أحد أو شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم الإنسان يحفظ لسانه حتى يحافظ على صومه يمنع جوارحه من الخوض في أعراض الناس يمنع جوارحه من الوقوع في الخطأ أو ارتكاب ما يغضب الله عز وجل لأن الإنسان سيحاسب على كل ما يلفظ به ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد و قد ورد في صحف إبراهيم أن العبد إذا أدخل قبره بعد موته فإنه سيحاسب على كل كلمة خارجه قالها بلا فائدة و يسأل عنها خمسة أسئلة فيقال له لماذا قلتها و هل نفعتك إذ قلتها و هل ضرتك إن لم تقلها و هل سكت فتسلم من عقابها و هل قلت بدلا منها لا إله إلا الله فتنال ثوبها إذن فالإنسان ينبغي أن يستغل لسانه فيما يرضي الله عز وجل يجب أن تستثمر لسانك هذه النعمة في قراءة القرآن آناء الليل و أطراف النهار حتى تكون من خاصة الله لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن لله خاصة قالوا و من خاصته يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله و خاصته و تأمل في الحديث تجد أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقل حفاظ القرآن أو حملة القرآن أو قراء القرآن و إنما قال أهل القرآن من يتعايش مع القرآن من يرتبط بالقرآن العظيم يعني قد يقول قائل إنني لا أستطيع الحفظ مجرد القراءة لها أجر عظيم و تثقل ميزان حسناتك بصورة مدهشة فكل حرف بحسنة و الحسنة بعشر أمثالها و الحسنة ضاعف في شهر رمضان إلى سبعين ضعف كما نعلم و لذلك نقول إن شهر رمضان فيه مسابقة زهبية يجرى فيها السحب يوميا يفوز فيها كل يوم سبعون ألفا من المسلمين بدخول الجنة بلا سابقة عذاب و لا مناقشة حساب و في كل ليلة من ليالي شهر رمضان يعطق الله عز وجل من رقاب المسلمين عددا يساوي عدد شعر غنم بني كلاب و بني كلاب قبيلة عربية كانت مشهورة بكثرة الغنم كثرة مفرطة و النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل مثل عدد غنم بني كلاب و إنما مثل عدد شعر غنم بني كلاب دليل على قصرة رحمة الله عز وجل في هذا الشهر الكريم فينبغي أن نتقرب إلى الله عز وجل عن طريق القرآن اقرأ ما تيسر لك من القرآن و حاول أن تقرأ بتدبر قد يقول قائل إنني لا أجيد القراءة و من المعلوم أن الذي يقرأ القرآن و هو ماهر به مع السفرة القرام البررة اعلم أن لك أجرين أجر المشقة و أجر القراءة لأن نبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الذي يقرأ القرآن و يتتعتع فيه و هو عليه شاق له أجران أجر المشقة و أجر القراءة قد يقول قائل إنني أمي لا أعرف القراءة ولا الكتابة أقول له مجرد فتحك للمصحف و نظرك فيه هذا عبادة يسجل الملكان لك حسنات تسجل لك الحسنات ما دمت تنظر في كتاب الله فحاول أن لا يمر عليك يوم دون أن تفتح كتاب الله عز وجل حتى لا تكتب من الهاجرين و قال الرسول يا رب إن قوم اتغذوا هذا القرآن مهجورا النظر في المصحف عبادة هناك سلاسة أشياء النظر فيها عبادة تجلب البركة و الحسنات النظر إلى الكعبة و النظر في المصحف و النظر في وجه الوالدين لذلك ينبغي عليك أن تديم النظر لأنك إذا فتحت المصحف كل يوم و نظرت فيه و قرأت منه إن كنت تستطيع القراءة فهذا يؤدي إلى أن يحفظ الله عز وجل عليك بصرك و يحفظ عينيك من الأمراض و من ضعف البصر يوم شابه ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدام النظر في كتاب الله حافظ الله عليه بصره ما دام حيا التعايش مع القرآن الكريم يجلب لصاحبه الشفاعة كما نعلم و لذلك ورد القرآن مع الصيام في حديث الشفاعة الصيام و القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة و إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تنصب عليه خيمة من نور تهتدي بها الملائكة الهابطة من السماء كما يهتدى بالكوكب الدري في لجج البحار فإذا مات صاحب القرآن انطفأ ذلك النور فيسأل الملائكة بعضهم بعض أين صاحب القرآن الذي كان ينير بيته بتلاوته آناء الليل و أطراف النهار فيقال إنه قد مات و ساعة إذ يصعد القرآن إلى رب العزة ثم يسأله الشفاعة لصاحبه ثم ينزل بعد أن يغسل صاحبه فيوضع بين الجسد و الكفن حتى إذا ما دفن صاحب القرآن و جاءه الملكان الأسودان الأزرقان و أجلساه للسؤال يتصور القرآن في صورة ملك جميل الطلعة فيجلس بين صاحبه و بين الملكين السائلين فإذا وجه الملكان السؤال لصاحب القرآن قال له القرآن لا عليك منهما لا تخف ولا تحزن فإني قد سألت الله أن يشفعني فيك فشفعني نأخذ الاتصال من الأخت مكريم تفضلي السلام عليكم و عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا والله الحلقة النهاردة جميلة جدا عافظكم الله بص يا شيخ أنا ليس وأهل يعني بعيد عن حلقة النهاردة خالص فضل بص هو أنا يعني متجوزا تمام بس يعني أم جوز مش مخالي جوز يديني فلوس خالص مين أم جوزي آه فمش مخالي جوز يديني فلوس خالص يعني تمام تمام فهي بتدعي يعني لو إديني فلوس بتحسبك يعني وكده فهو بيديني فلوس من وراء نعم تمام فهو بيديني فلوس من وراء رياني يعني يقول للسروكيات وكده فإيه لقديني تلكيرام شكرا ماشي يا مكريم ماشي يا مكريم ، ماتفضل هنرد بس بما ناخذ التصال من أم أية السلام عليكم أبو أية أبو أية أهلا بك أبو أية عليكم والسلام تفضل ازايك يا فضلت الشيخ يا اهلا بيك الله يخلي كل السلام وانت طيب وحضرتك بكامل الصحة والعافية ان شاء الله نعم انت عندي سؤالين بس كده فقهيين يعني تفضل تفضل تحت أمر انا عندي معرض جهزة كهربية تمام وشغل بالقصد تمام فعايز بس يعرف النسبة على اساس برضو النسبة اللي بمورد الله يعني نعم ماشي سؤال التاني لو انا شغل بالقصد السؤال التاني لو انا مثلا عايز اطلع زكاة المال ومسلا وليكن رصيدي مثلا في المحل ميتين الف مثلا وبرة تلتمية الف اطلع على الميتين ولا على الاجمال كله تمام السؤال الثالث وبعد ازم حضرتك فضل تحت أمر لو انا مثلا حد متعثر من العملاء او كده ينفع اطلع له مثلا زكاة المال ده تمام من ضمن المتعثرين دول اشكرك ماشي حاضر شكرا لحضرتك جزاك الله اطلع عليكم السلام عليكم نبدأ بسؤال ام كريم اولا هي بتشكو بان هي متزوجة وام زوجها ترفض او تحاول منع الزوج من حسن الانفاق على بيته على اسراته على زوجته او اولاده ان كان له اولاده في حقيقة الامر الزوج عليها عامل كبير ووضح من كلام المتصلة ان الزوج بيتصرب بحكمة يعني لا يغضب امه ولا يحرم زوجته لان هي بتقول انه بيعطيها من ورد امه وده تصرف سليم هو لا يغضب الام لان طبعا من المعلوم ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني حتى لو الامة او الاب طلبت من الابن معصية فهو لا يطيعها في هذه المعصية لكن مش معناها انه يعملها بجفاء او بغلزة فهو يحسن المعاملة وصاحبهما في الدنيا معروفة ولكن عليه ان يحسن الانفاق ما دام الله قد وسع عليه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول لا ويقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ليس منا من وسع الله عليه ثم ضيق على اهله وعياله اذا فاللي بيعمل الزوج التصرف صحيح هو يرضي الام ولكن يعطي الزوجة ما يكفيها في السر وهذا امر مشروع ولا بد منه ولكن اذا حرمك ولم يعطيك ما يكفيك انت وعيالك فلك الحق ان تأخذي ما يكفيك لان هند من تعدبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح يعني بخيل لا يعطيني من المال ما يكفيني انا وولدي رغم سعة يدي يعني الله عز وجل قد وسى عليه ولكنه لا يعطيه فهل يجوز ان اخذ دون علمه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف يعني خذي ما يكفي حاجتك وعاجت ولدك فقط ولا اسم عليها نسأل الله تعالى ان يهدي الجميع ويوفق بيوت المسلمين الى ما يحبه ويرضاه اما الاسئلة بتاعت ابو آية هو بيسأل عن البيع بالقصد وقد اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم اما البيع بالاجل الا في الزهب يعني في الزهب لا يجوز البيع بالاجل الا عينا بعين سواء بسواء فهناك سلع لا يشرع فيها البيع بالاجل او البيع بالقصد اما الاجهزة الكهربائية فيشرع فيها البيع بالقصد ولكن ينبغي عليه ان يسأل المشتري ويعرف ان كان سيشتري نقدا ام تقسيطا حتى يعطيه السعر ولا يزيد يعني في النسبة للضعف مثلا او ما شابه ذلك زيادة مطلقة ولكن الزيادة المعقولة التي تقدر بسنوات القصد او اشهر القصد الذي سيقصد يعني هو يحسبها يتختلف من سلعة الى اخرى ومن زمن الى زمن فقد يكون هناك من سيقصد على ثلاثة اشهر على خمسة اشهر على عام على عامين فهي تختلف من حالة الى حالة ومن فترة الى فترة ولكن تقدر بالمعروف دون تفريط او افراط واما بالنسبة لزكاة المال زكاة المال اذا حال عليها الحول وبلغت النصاب فعليك ان تخرج ربع العشرة يعني عن كل الف جنيه خمسة وعشرين جنيه اذا بلغت النصاب يعني ما يعادل حوالي ثمن خمسة وتمانين جرام دهب يعني ما يزيد عن خمسين الف جنيه تقريبا هو يقول ان له متين الف داخل التجارة موجودة وله حوالي تلتميت الف خارج التجارة ده على سبيل المثال ما كان في الداخل عليه ان يخرج زكاة المال عليه حتما ولكن ما كان في الخارج ان كان ينتظر عودته ويضمن عودته فيحسبه ويخرج عليه الزكاة اما ان كان يشك في عودته او فلا يخرج عليه الزكاة حتى يعود هذا والله تعالى اعلى واعلى سنجيب على السؤال الثالث بس اما ناخد الاتصال من الاخ خالد تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا اسأل سؤالين فضل حضرك انا اه اه في الجامعة جنبي وفي التلفزيون ده مسلا اه اوه اتود واصللي فمسلا في الرقعة التانية انا اه جامعة قدا اطلع مسترى ولا اكمل اه صلاتي حاضر ماشي ادي سؤال حضرتك يعني بقى وعضريك المسلا واحد نوع يصلي مسلا على طول ان شاء الله يعني طيب اللي فاتو ده هل مسلا اصلي مسلا اه العصر عصرينة او كده ولا اعمل ايه في اللي فات مسلا من عمر الواحد يعني انت قعدت فترة من الزمن لا تصلي مش كده طالبا تقتية مسلا جمعة مسلا فجر مرة كده يعني مش اه تمام شكرا يا استيس خالد تصدر طيب ناخد الاتصال الاخر منه مجنة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اهلا يا مجنة عليكم السلام ورحمة الله فضل فضل يا مجنة انا مدام سناء مدام سناء يبدا تصال جديد فضل يا مدام سناء بعد إذن حضرتك انا بسأل على أول كلمة في سورة مريم كافها يا عين صاب كافها يا عين صاب نعم كلمة التانية اللي هي حاميم سينقاف حاميم عين سينقاف حاضر حضرتك أنا عايزة أعرف معنام بعد إذن حضرتك وإمتى أستخدمهم في قضاء الحاجة حاضر كل سلام حضرتك فضالي وحضرتك بكامل الصحة والعافية سنعود للإجابة على هذه الأسئلة بس نكمل السؤال الثالث لأبو آية هو بيسأل أن فيه بعض اللي عليهم ديون متعسرين من المعلوم أن إنذار المعصر له أجر كبير عند الله عز وجل وأن من أنظر معصرا فكان له أجر عظيم عند الله وكان هذا سبب لأن يعفو الله عنه وعن خطاياه وعن ذنوبه لو هو متأكد أن بعض هؤلاء المدينين متعسرين وفقراء وعاجزين عن سداد الدين إذن هم دخلوا كده في صنف الغارمين والغارم هو الذي عليه دين لا يستطيع أداءه ومن المعلوم أنه من مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين أو في سبيل الله وابن السبيل فالغارمين من مصارف الزكاة ومن المصارف الأربعة الحديثة التي أجملها العلماء في أنها متاحة للجميع وهي الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وذكرنا أن الفقراء والمساكين هناك فرق بين الفقير والمسكين أن الفقير لا يجد قوت يومه أما المسكين فإنه قد يجد قوت يومه لكنه لا يجد ما يكفي مطالبه الأساسية في الحياة الفقير يطلب ولكن المسكين لا يطلب ويتعفف لذلك سمي المسكين مسكينا من السكون هذا يستحق وهذا يستحق وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطع به الطريق يعني هو في بلد غريبة وفقد أمواله يأخذ من زكاة المال ما يرده أو ما يوصله لبلدته فقط وأما الغارم هو الذي عليه دين لا يستطيع أداءه هذا من حقه أن يأخذ من زكاة المال فالتاجر الذي له مبالغ عند ناس معسرين وهو تيقى من أنهم معسرين يجوز أن يحسبها لهم من زكاة ماله مدام تيقى من حالته ويعفو عنه ويبلغه يبلغه أن هذا المبلغ قد قضي عنك من زكاة المال حتى يعرف أنه قد زال عنه الدين بالنسبة للأخ خالب بيسأل عن الأزان بيقول أنه بيسمع أزان في مسجد وبعد كده يدخل في الصلاة وبعد ما يدخل في الصلاة وهو أثناء الصلاة ممكن يكون مسجد آخر تأخر في الأزان يرفع الأزان فبيقول هل أخرج من الصلاة علشان أبدأ من أول وجديد؟ أولا الأصل هو مشروعية دخول الوقت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا متى حان وقت الصلاة؟ حتى لو ما سمعتش أزان بس أنت عارف في النتيجة اللي قدامك أن العصر أو المغرب أو العشاء على الساعة كذا وحان الوقت وإنت شفت الوقت بتاع الصلاة يبقى لك أن تصلي إذن الأمر مش مرتبط بالأزان لأنه ممكن تكون في مكان لا تسمع فيه أزان وممكن يكون فيه مسجد العامل اللي فيه أو مقيم الشعائر تأخر لسبب من الأسباب هذا لا يربطك ولكن حينما تسمع الأزان انتظر حتى تردد الأزان حتى يكون لك أجر عظيم يعني لا تسرع بمجرد ما المؤذن يقول الله أكبر ثم تدخل في الصلاة انتظر حتى تردد الأزان إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وبعد ما تفرغ من ترديد الأزان حتى تنال هذا الأجر العظيم عليك أن تصليه حتى لو سمعت أزانا آخر متأخرا فهذا لا يضرك في شيء الإنسان اللي كان عليه صلاة سابقة ومش قادر يحسبها قعد فترة يقصر في الصلاة ويسيب بعض الفرائد أو يمشي على سطر ويترك سطر ويترك بعض الفرائد ويصلي البعض ثم التزم هداه الله عز وجل إلى معرفة قيمة الصلاة والتزم لكنه مش قادر يحدد بالضبط إيه الصلاة اللي فاتته هو طبعا بيلتمس من الله العون ومدام تاب توبة نصوح فإن الله عز وجل سيؤيده ويعاونه وكلما يصلي فريضة يصلي معها فريضة أخرى بنية مما علي يعني يقول نويته يصلي في نفسي وفي قلبه دون تلفز مما علي ويصلي مع الفريضة فريضة أخرى بالإضافة إلى محافظته على النوافل لأن الله عز وجل يجبر من النوافل ما نقص من الفرائد ففيه نوافل وفيه سنن إذا الإنسان حافظ عليها ربنا سبحانه وتعالى بيجبر ما نقص منه من الفرائد وفيه سنن مؤكدة ينبغي أن نحن نحرص عليها 12 ركعة في اليوم والليلة بخلاف الفرائد الخمسة من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة أو بنى الله له بيتا في الجنة إذا وظبت على 12 ركعة دول ودول ترتيبهم كالآتي أولا صلاة الفجر فيه ركعتين قبلها سنة قبلية قبل الفجر وصلاة الظهر فيه أربعة قبلها واثنين بعدها وصلاة المغرب اثنين بعدها والعشاء اثنين بعدها يبقى معانا اثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر واثنين بعد الظهر مع أربعة قبل الظهر دول 12 ركعة من السنن إذا وظبت عليهم أولا يبنى لك بيتا أو قصرا في الجنة يعني تضمن مكانك في الجنة بفضل الله عز وجل ثانيا يجبر الله بها ما نقص من صلاتك إن شاء الله أم جنة أو مدام سناء بتسأل عن الحروف المعجمية التي تأتي في بدايات الصور مثل قول الله تعالى في أول سورة مريم كاف هايا عين صاد أو حاميم عين سين قاف أو ألف لام ميم أو ألف لام را أو ما شابه ذلك هذه الحروف من الإعجاز القرآني التي لا يعلم دلالتها إلا الله عز وجل لأن القرآن نص معجز جاء لأهل اللغة العربية لكي يظهر لهم الإعجاز الإلهي وهو معجزة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الباقية على مر العصور والأزمان هذه الآيات تقرأ ويراد لفظها ومعناها عند الله عز وجل ولكي تنطق نطقا صحيحا ينبغي أن نعرف أن هناك بعض الحروف منها ينبغي أن تمد بمقدار ست حركات وهي الحروف المجموعة في قولهم عسى لكم نقص أو سنقص علمك يعني العين والسين واللام والكاف والميم والنون والقاف والصات هذه الحروف إذا وردت في بدايات الصور في هذه الحروف المقطعة تمد بمقدار ست حركات فنقول ألف لام ميم يعني تقرأ هكذا ألف لام ميم وهذا معروف في علم التجويد والحركة بمقدار قبض الإصبع أو بسطه فحينما نمد ست حركات نقول كاف هيا عين صاد وهكذا تمد بمقدار ست حركات كي تنطق نطقا صحيحا وأما سؤال الأخت عن الوقت الذي تستخدمها فيه لجلب البركة أو ما شابه ذلك فلم يرد في فضائلها شيء هناك صور ورد فيها أحاديث صحيحة في فضائلها وهناك أحاديث ضعيفة أو موضوعة في فضائل بعض الصور لا نذكرها ولكن ما ورد في قيمة أو في فضائل بعض الصور كان على رأسها صورة الإخلاص كما نعلم نكمل لكن بعدما ناخد اتصال من أم صلاح تفضل يا أم صلاح السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا لو سمعت يا شيخ عزة أسألك سؤال خاص بالصلاح فضل يا أم صلاح كنا بنصلي مبارح جماعة في بيت بنتي أحنا وأهل بيتها يا عز فجبنا الصلاح وصلنا للعيشة والترويح وصلنا عند الشفع والوطف وصلنا عادي فجوم اتنين طلعوا من الصلاح وقرت الرقعة الأولينية بصورة سبح اسم ربك الأعلى وخلصته لجيتهم صابوا الصلاح وطلعوا فكان منا صلاح عادي وبعد ما خلصنا صلاح فأنهم إنتوا خرجتوا ليه جالوا الصلاح مش كده ده الشفع والوطر بينصالوا لوحدهم والرقعة الأخرية الوطر الوحدة فأنا عليها زنب كده أنهم طلعوا مروق فيه يعني مش يعني مش قادرة تصوم يا محمد مش كده لا نسعب جوي نسعب خالص وأنا على كده حالية ما قادراش نقعد على حالية يعني قادر نقضي بالعافية تمام فأنا سعبانا الرسم يعني مش مش كده شفاك الله وعفوك حاسة في الزنب جامد وأنصلي وأنصلي الترويح وأنا جاعد على الكرس عشان رقب فيه وبعض مطلوع فرقوبتي الدكتور قال ليس صليشي أنا غروانتي على الكرس بس والحمد لله وشكر الله والفضل لله رب العالمين إن شاء الله ما فيش زنب وحرد عليك يا محمد تفضلي ناخد اتصال من الأستاذة ياسمين تفضلي السلام عليكم عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي لو سمحك أنا كنت عايز أسر على حدة بخصوص الصفاية بتاعت السنة اللي هي في مصر الرقعة دو تفضلي بتقولي أتسأل عن إيه يا اسمين الصفاة السنة اللي هي في مصر الرقعة اللي بيتفلوك آآ آآ السنة تمام اللي هو بعد العيسة اللي هي 2 بعد العيسة دوي أين بيسافر وطول غيرهم هقولك حاضر حاضر من ألي أم حبيبة معنا اتصال من أم حبيبة تفضلي السلام عليكم أهلا وسهلا عليكم السلام فضلي على إيه لا ما سمعتش ما عليش أقولي تاني أيو أيو الدورة الشهرية حاضر طيب ماشي فضلي أم حبيبة طيب هنرجع نبدأ بالرد على أم صلاح كان بتقول إنهم كانوا بيصلوا جماعة في البيت واختلفهم في طريقة الشفع والوتر والبعض فارق الصلاة أولا نية المفارقة دي لها شروط فقهية الإنسان اللي صلى مع الإمام لابد أنه يلتزم بالإمام وما يسلمش قبل الإمام ولا يطرق الصلاة إلا لعلة فقهية يضيق المقام بذكر على المفارقة عشان الإنسان ينوي المفارقة ويفارق الإمام لها شروط معينة فده تصرف خاطئ من الإخوة اللي طلعوا من الصلاة بدون عزرة وبدون نية المفارقة قبل الإمام ما يخلص وأما بالنسبة لصلاة الوتر فلها تلت صور ممكن نصليها ركعتين وركعة يعني يبقى ركعتين بتشهد وتسليم وبعين ركعة واحدة منفردة وممكن تصلى زي صلاة المغرب تلت ركعات بتشهدين تشهد أوسط وتشهد أخير وممكن تصلى تلت ركعات بتشهد واحد بدون تشهد أوسط وتلت ركعات بتشهد واحد وده يعتبر أفضل وأيصر الصور الثلاثة الثلاثة صح ما فيش أي حاجة منهم خطأ وما فيش حد يغلط الثاني ويقوله انت صلاتك ما تنفعش لكن أي صورة من الصور الثلاثة تصلى بها الصلاة ومقبولة بإذن الله تعالى من السنة أن هي تقرأ في الصورة الأولى صورة الأعلى في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية صورة الكافرون بعد الفاتحة طبعا وفي الركعة الثالثة بعد الفاتحة تقرأ الإخلاص والمعوزتين إذا ما كرأتش بالصور دي وكرأت بأي صور تانية الصلاة صحيحة ولا حرج عليك سؤال أمو محمد اللي بتقول إنها مريضة طبعا إحنا ذكرنا قبل كده إن المريض له رخصة في الفطرة وإن كان مريضا بمرض لا يرجى برؤه فبيفدي فدية طعام مسكين بنصف صاع من أغلب قوت البلدة عن كل يوم أفطره وأما بالنسبة للصلاة فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إن الإنسان اللي ما يقدرش يصلي وهو قائم فليصلي وهو جالس واللي ما يقدرش وهو جالس وهو متكئ وإن ما كانش فهو مصلق على ظهره وإن لم يستطع فيومئ ببصره إذن فالصلاة يعني فيها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالإنسان اللي كان بيصلي وهو صحيح صلاة كاملة إذا أصابه المرض فإنه يعفى عنه تماما ويصلي على حسب استطاعاته وعلى حسب قدرته لا يكلف الله نفسا إلا وسعه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فالإنسان المعذور بيصلي وهو جالس وصلاته مقبولة وأجره كامل سواء في الفريضة أو في النافلة يعني سواء في الفريضة أو في النافلة وهي السنن أو الترويح أو القيام أو ما شبه ذلك الإنسان الصحيح لابد أنه يصلي قائم في الفريضة ويجوز له في النفلة أن يصلي قائم وله الأجر كامل أو يصلي جالس مع القدرة على القيام لكن بيكون له نصف الأجر سؤال الأخت ياسمين بتسأل عن السنة البعدية بعد صلاة العشاء فيه ركعتين بعد صلاة العشاء دول منفصلين تماما عن القيام ومنفصلين عن الوترة يعني بتصلي ركعتين عاقب صلاة العشاء دول السنة البعدية وبعد كده بنصلي 11 ركعة منهم 8 ركعات قيام و3 ركعات واترة دول منفصلين تماما عن السنة البعدية أما بالنسبة للأخت أم حبيبة فهي تسأل عن الدورة الشهرية وهي دم الحيط دم الحيط دم يصيب المرأة في فترة من فترات الشهر وبيكون له لون معروف يميزه عن دم الاستحاضة لأن كما ذكرنا الاستحاضة بتنزل في غير وقت الدورة الشهرية أما دم الحيط بلونه المعروف لدى النساء يمنع المرأة من الصلاة ومن الصيام ومن مس المصحف فهي ما ينفعش أنها تمسك المصحف وتقرأ منه قرآن ما ينفعش أنها تصلي ممنوع الصلاة طبعا ممنوع الصيام لكن الأيام اللي هي أفطرتها وهي حائض بتقضيها بعد ما تطهر بعد انتهاء شهر رمضان إن شاء الله لكن الصلاة التي تركتها فهي لا تقضى ويعفى عنها في هذا الأمر نعود إلى سؤال الأخت سناء عن فضائل بعض الآيات وبعض الصور ذكرنا أن هناك صور من القرآن لها فضائل منها صورة البكرة وصورة البكرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بصورة البكرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة أي السحرة وإن الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه صورة البكرة لذلك دايما بننصح الإخوة اللي بيشكوا في أن هم معرضين لحسد أو سحر أو عمل أو ما شابه ذلك بقراءة صورة البكرة في البيت لأنها خير تحصين بالإضافة إلى أن صورة البكرة وصورة العمران يسمان الزهراوان وتأتيان يوم القيامة كغمامتين يعني سحابتين ثقيلتين تظلان على صاحبهما من حرارة أرض المحشر من المعروف أن الحرارة تشد يوم القيامة لأن الشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل تأتي صورة البكرة وصورة العمران وهما الزهراوان كغمامتين تظلان على صاحبهما من حرارة أرض المحشر في يوم لا ظل فيه إلا ظل عرش الرحمن الذي يظل فيه سبعة كما نعلم من الحديث كذلك سورة السجدة ورد أنها تأتي يوم القيامة ولها جناحان تطير فوق صاحبها يعني قارئها أو حافظها وتظل عليه من حرارة أرض المحشر سورة الملك تنجي من عذاب القبر إذا كان الإنسان يقرأها يوميا كل ليلة أو كل يوم كما قال صلى الله عليه وسلم إن سورة ثلاثين آية أنجت صاحبها من عذاب القبر كذلك سورة الإخلاص من السور المحببة لدى الله عز وجل والتي تنجي صاحبها من الصراط لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الإخلاص أو سورة قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره وأمن من ضغطته وحملته الملائكة بأكوفهم يوم القيامة ليجيزوه الصراط إلى الجنة معنا مين يا أستاذنا؟ أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحق حسين أهلا وسهلا تفضل أهلا وسهلا حق عبد الرحمن أهلا وسهلا حق عبد الرحمن تفضل والله كنت بصل للتراويح المارح بالأسرة عندي ففي يعني جيت في الراكعة التانية نسيت وطلعت وقام آه يعني توركت التشاهد الأوسط نعم يعني نسيت التشاهد الأوسط لا ده في التراويح ما مش أتنسى آه آه لا ده في التراويح بقى مش 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 مسنى مسنى آه مش في العشاء تمام فأنا قمت في الراكعة التانية على أساس ظنن أن أنا لسه في الراكعة الأولينية يعني تمام وبعد ما قررت الفتحة وجيت أرى الصورة القصيرة اللي أنا فافتكرت أن أنا أنا لسه أريد فأنا آه 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 كملت وصليت وصليت أربع ركعات بجهود واحد سليم 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 تمام شكرا على أن تمام يا أسر عبد الرحمن حاجة تاني فأخفت أن أما يحصلون بربكة ولا حاجة لا إن شاء الله الصلاة صحيحة بإذن الله لكن عليك أن أنت تجبرها بسجود الساهو سجدتي الساهو لأن أنت نسيت وما جبتش الشاهد أوسط تمام لكن أنت جبت العدد الزوجي ما كانش ينفع تجيب ركعة وتصلي ثلاث فأنت جبت الثالثة والربعة وكده الصلاة صحيحة لكن تجبر بسجود الساهو بعد السلام تسجد سجدتي الساهو والصلاة تكون صحيحة إن شاء الله نأخذ التصال من أستاذ علاء أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أي دكتور معك علاء من أسيوط أهلا بك يا أستاذ علاء وكل أهل الأسيوط مرحبا الله يخليك أفضل أي دكتور الأختي في واحد سألت والدي يحلف على صوته بالطلاع ثلاث مرات معك؟ هو عقمان يعني يتكلم ومشجاري نفسه يقول هي بالضبط أنا عايز أسألك هو حلف ثلاث مرات في وقت واحد ولا في أوقات متفرقة؟ شكراً شكراً تمام تمام حضرتك تمام 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 حاضر يا أستاذ علاء هجوبك إن شاء الله تفضل تفضل الأستاذ علاء بيسأل عن يمين الطلاق إن واحد ألقى اليمين على زوجته وقال لها أن تطالق ثلاث مرات أو مئة مرة في وقت واحد أو أن تطالق بالثلاثة فيه ناس بتعمل كده وفيه ناس بتقعد تكررها مرة واثنين وثلاثة وعشرة كلهم مدام في لحظة واحدة أو في وقت واحد بتحسب طلقة واحدة إذا كانت هذه أول مرة يطلق فيها زوجته فله الحق في أن يردها وإن كانت ثاني مرة فله الحق أيضاً في أن يردها كما نعلم لكن الثالثة فيها كلام آخر كما نعلم لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيراً الطلاق مرتان إذن له مرتين إذا كانت دي المرة الأولى أو التانية فإذن يمين الطلاق هو يمين واحد ويكفر عنه بإطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام وعليه أن يحفظ لسانه من هذا اليمين لأن يمين الطلاق يهتز له عرش الرحمن غضباً على صاحبه سواء كان صادقاً أو كاذبة لأن يمين الطلاق بيهدد البيوت بالانهيار والبيوت هي اللبنة الأساسية في المجتمع الإسلامي اللي الإسلام بيحاول أن يحافظ عليها ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ملعون 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 من حلف بالطلاق أو حلف به إذا وصل للطلقة الثالثة ودي كانت تالت مرة يطلق زوجته فيها بيبدأ يتم البحث إن كان طلق سني أو طلق بدعي لأن الطلق السني أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه فإذا أخل بشرط من هذه الشروط الطلق يتحول من سني إلى بدعي وبيكون فيه أقوال أخرى لكن إذا كان هذا الآخ بالنسبة له دي أول مرة أو تاني مرة حتى لو قالها تلت مرات تلتين مرة هي تعتبر طلقة واحدة وله أن يراجعها مدام دي الطلقة الأولى أو التانية إن شاء الله وانصحه بأن يحفظ لسانه ويحفظ أيمانه إذا عدنا إلى فضائل بعض الصور والآيات كنا نتحدث عن أن صورة البكرة فيها آية هي آية الكرسي هذه الآية من قرأها دبر كل صلاة يعني من حفظ على قراءتها بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت وذكرنا أن صورة الإخلاص صورة محببة لدى المولى عز وجل وهي تعدل ثلث القرآن يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بتبوك فطلعت الشمس بيضاء بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت بمثله فيما مضى وجاء جبريل فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا جبريل ما لي أرى الشمس طلعت اليوم بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت بمثله فيما مضى قال جبريل إن ذلك معاوية بن أبي معاوية الليثي رجل مات اليوم بالمدينة فأرسل الله سبعين ألف ملك يصلون عليه ويشهدون جنازته قال وفيما ذلك يا جبريل كيف بلغ هذه المكانة وكيف نال هذه الكرامة قال كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد بالليل والنهار فيما مشاه وقيامه وقعوده إذن فهذه الصور ينبغي أن نحرص على الإكثار منها صورة الأنعام ورد في الأثر أن من قرئت عليه عند موته تنزل حوله سبعون ألف ملك يدعون له بالرحمة والتغفيف ويستغفرون له الله عز وجل القرآن بصفة عامة كله بركة وكله رحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولذلك ننصح كل إنسان يقرأ القرآن في شهر رمضان وبعد رمضان أن يقرأ القرآن بتدبر لأن طبعا الإنسان اللي بيقرأ بفهمه والتدبر بيكون أجره أعلى بكتير من الإنسان اللي بيقرأ بدون فهم حتى لو قرأت كم أقل الكيف أهم من الكم لأن أنت لو قرأت آية واحدة بفهم وتدبر وتعلمتها وفهمت معناها أفضل من عشر آيات بدون فهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيتعلم آية آية واحدة من كتاب الله خير له من أن يصلي مئة ركعة تخيل لو فهمت معنى آية ودرست آية وفهمتها وقرأتها بتدبر خير لك من مئة ركعة ومن تعلم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه تخيل بقى كل آية أنت فهمتها ودرستها تقابلك وهي بتستقبلك وتبشرك يوم القيامة وتضحك في وجهك فهذا أجر عظيم وهذا فيض عظيم من الله عز وجل لذلك ينبغي أن نتعلم أن نقرأ القرآن بتدبر وفهم وبالنسبة للأطفال الصغار لا نشق عليهم نعلمهم آيات بسيطة كل يوم خمس آيات إن هذا القرآن نزل خمسا خمسا فمن كرأهن خمسا خمسا لم ينسهن أبدا الأستاذ إسلام معنا اتصال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا بك يا أستاذ إسلام أحددك أنا من فيوم أستاذ عبد الحليم من فيوم حضرت بسألك على أنا دواتك عدي فتن صلاة وبجأ أسلم مثلا بفتن مثلا المغرب أجل أسلم العشاء لا أحد صديقي ينسحني يقول لي لا أسلم أسلم المغرب الأول بعد أجل أسلم العشاء أجل أسلم عن المغرب كده فتن ما أنا مفهودة أسلم المغرب ثاني يوم بس مع المغرب بعدما أسلم المغرب أسلم المغرب اللي هي اللي فتن كده صح ولا غلص؟ حاضر أجاوبك يا أستاذ إسلام يا أستاذ عبد الحليم تفضل معنا اتصال آخر أستاذ طارق السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مرحبا يا أهلا وسهلا حافظكم الله السؤال حدثك هل هناك اسم تركنا الكراءة المصحف وختمنا القرآن بالتليفون وختم في رمضان كراءة القرآن من الهاتف يعني؟ حاضر شكرا يا أستاذ طارق نعود لسؤال الأستاذ عبد الحليم هو بيقول إن فاتته صلاة معينة وحان وقت الصلاة الأخرى أولا نحب نشدد على موضوع الصلاة اللي تفوت من الإنسان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لأن يوتر أحدكم أهله وماله خير له من أن تفوته صلاة مفروضة يعني الإنسان لو فقط كل أهله قصرته كله وكل أمواله ده أهوا عليه من مصيبة أن تفوته فريضة في وقته بغير عزر طبعا زي ما نعرفين لكن الإنسان ينبغي أن يحرص على الصلاة في وقتها لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة في وقتها ثم أي؟ قال بر الوالدين ثم أي؟ ثم الجهاد في سبيل الله إذن فالصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطة نفترض أن حصل عزر معين والإنسان فاتته الصلاة وجاه وقت الصلاة الأخرى في عندنا عنصر الترتيب ينبغي أن نلتزم به يعني العشاء أذنت وإنت ما صلتش المغرب بتصلي المغرب الأول وبعد كده تصلي العشاء ما تتركش المغرب لليوم التالي إنت بتصليه قبل العشاء على طول طيب إنت تتركه اليوم التالي ده إمتى؟ إذا حصل ظروف عدت عليك أكتر من خمس صلاوات بتبدأ تجيب كل صلاة مع مسيلتها في اليوم التالي لكن إنت الوقت فاتك فريضة واحدة وهي فريضة المغرب وجات العشاء بتصلي المغرب وبعدين العشاء طيب نفترض أن إحنا كنا في الأيام العادية وما فيش وباء وما فيش كورونا والمساجد مفتوحة والعشاء أزنت وإنت دخلت المسجد عشان تصلي العشاء أقاموا الصلاة قبل أنت ما تصلي المغرب أنت ما صلتش المغرب وأقيمت صلاة العشاء هل تصرف إزاي؟ تصلي المغرب لوحدك ما ينفعش إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مع الإمام خلاص مدام أقيمت الصلاة هتصلي مع الإمام صلاة العشاء طيب إزاي وإنت بتقول الترتيب المغرب أنا ما صلتوش إنت هتصلي العشاء مع الجماعة عشان تدرك سواب الجماعة وبعد ما تخلص صلاة العشاء مع الجماعة هتصلي المغرب منفرد وبعد ما تصلي المغرب منفرد هتعيد صلاة العشاء منفرد مرة أخرى طيب ليه عملت كده؟ علشان تجيب عنصر الترتيب في الصلاة إذن في حاجة اسمها الترتيب في الصلاة ينبغي أننا أحافظ عليه علشان كده لو صليت العشاء هتصلي بعدها المغرب وبعدين تعيد العشاء تاني عشان تجيب الترتيب طب أنا صليت العشاء ليه بقى من الأول معهم عشان تجيب أجر الجماعة لكن إذا كنت بتصلي لوحدك هتصلي المغرب الأول وبعد كده تصلي العشاء عشان تلتزم بالترتيب الأستاذ طارق بيسأل عن القراءة في الهاتف الجوال الإسلام دين الأصالة والمعاصرة الإسلام لا يرفض مواكبة العصر إذا كان الإنسان مثلا في صفره أو في الشارع أو في عمله بيصعب عليه أنه هو يحمل المصحف أو يحمل كتاب الله عز وجل أو في مكان مظلم أو في وسيلة مواصلات ومش هيبقى مضيء إلى الهاتف الجوال يجوز له القراءة في الجوال ولا بأس ولا ضرر من ذلك مطلقا ويأخذ الأجر بإذن الله عز وجل الاعتبار أن هذا المكتوب في الجوال هو مصحف هو آيات الله عز وجل هو القرآن العبرة بقراءة القرآن أي أن كان المصدر وهناك من أنعم الله عليه بحفظ القرآن فهو لا يحمل المصحف ولا يحمل الجوال ويقرأ من رأسه عن ظهر غيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فاستظهر يعني حفظه وقرأه عن ظهر غيب أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته يعني من أهله وأقاربه حتى وإن كان وجب لهم النار وهذا من فضل الله عز وجل إذن فالقرآن له فضل عظيم ينبغي أن نحرص عليه تمام الحرص خاصة ونحن في شهر رمضان وشهر رمضان هو شهر القرآن ومن المعلوم أن الإنسان قد يصل إلى مراتب ومكانات علمية متعددة عن طريق الشهادات العصرية ولكن إذا أردت أن تصل إلى منزلة السفرة الكرام البررة فتعلم تجويد القرآن لأن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة الإنسان ينبغي عليه أن يستثمر لسانه في ذكر الله وفي قراءة القرآن ويحفظ لسانه عن الخوض في الغيبة والنميمة والبهتان والسب والشتم والقذف والكذب وما يغضب الله لأن الإنسان الصائم والإنسان المسلم بصفة عامة ليس المسلم بشتام ولا لعان ولا فاحش ولا بزيء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة إن الله يبغض يعني يكره كل جعذري جواظ جعذري يعني فز غليز متغطرس متكبر يتعالى على خلق الله جواظ أي جموع منوع يجمع المال ويمنع الصدقات سخاب في الأسواق يعني عالي الصوت كثير الصياح والضجيج بين الناس يرفع صوته على خلق الله تعاليا وتباهيا جيفة بالليل حمار بالنهار أي أنه ينشغل طول نهاره بما يلهيه عن الصلاة حتى إذا ما جن عليه الليل فإنه يرتمي في فراشه دون ذكر لله فهو أشبه بالجيفة والعياذ بالله عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة كل ما يهمه هو أن يكون له رصيد زائد من الأموال في الدنيا كيف يزيد رصيده المادي ولا هم له أن يكون له رصيد من الحسنات في ميزان الأعمال عند الله يوم القيامة لذلك نجد بعض الناس يكونون في الدنيا عباقرة أباطرة أغنياء مهرة ولكنهم يكونون عند الميزان من المفلسين والعياذ بالله فانتبهوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأل أصحابه وأتدرون من المفلس يعتقدوا أنه من لا درهم له ولا متاع فأخبرهم بأن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج ولكنه يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ ذاك من حسناته حتى إذا فنيت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم فيقذف به في النار والعياذ بالله ننتبه أن الصيام الذي ننعم به في هذا الشهر من الأعمال التي تحفظ لك لا يستطيع غيرك أن يأخذ أجرها منك كل الأعمال توفى منها مظالم العباد الصلاة الزكر الحج الزكاة الصدقة تلاوة القرآن إذا حصلت على هذه الحسنات قد يأخذ الأجر غيرك إذا ظلمته إلا الصوم لا يستطيع أحد أن يأخذ ثوابه منك لذلك فإن الحق سبحانه يقول الصوم لي وأنا أجزي به إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده فيوفي ما عليه من المظالم من عمله حتى إذا فنيت حسناته وأعماله ولم يبق منها إلا الصوم نادى الله في الملائكة أن دعوا الصوم ولا تقربوه فإن الصوم لي وأنا أجزي به ويتحمل الله ما بقي على عبده من المظالم تجاه العباد ويدخله بالصوم الجنة فأخلص في صومك كي يكون لك ذخرا عند ربك ويكون سببا لنجاتك بإذن الله معنا اتصال من الأستاذ أيمن تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مرحبا عمنا فضلك الشيخ فضل أهلا وسهلا أستاذ أيمن وحضرتك بكامل الصحة والعافية والقصة جميعا إن شاء الله أليس ألي عن حضرتك فضل السؤال الأول أنا دلوقتي مريض والذكاة تصرحوا لي رخصة الخضار تمام شفاك الله وعفاك الله يخليك يا دكتور دلوقتي أضلع إفضار الصائم دلوقتي مثلا كامل قيمة الأول حاضر والمبلغ اللي أضلع مثلا ممكن أجمل كله واتي مثلا لواحد أو أقسم على الشهر كله حاضر السؤال الثاني حضرتك السنن حاضر اللي هو قبل الفجر وبعد الفجر وبعد العصر حاضر ممكن أتعيد مساعدتك ثاني حاضر حاضر السعيمة تفضل السؤال الأول هو مريض ناس أول الله عظيمة رب العاشر عظيمة يشفيه هو يشفي مرضى المسلمين أجمعين والأطباء أقرب أنه له رخصة في الفتر وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ألف من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فديات طعام مسكين فالإنسان إذا كان مريض بمرض يرجى برؤ يعني ينتظر شفاؤه بينتظر حتى يتم الله عليه نعمة الصحة والعافية والشفاء ثم يقضي الأيام التي أفطرها أثناء مرضه إن كان مريض بمرض لا يرجى برؤه يعني مرض مزمن لا ينتظر شفاؤه فبيفدي عن كل يوم فدية طعام مسكين وإحنا تكلمنا في موضوع الفدية وقلنا أنه ممكن يطعم مسكين بمثل ما يطعم به أهل بيته كل يوم يفطر فيه يفطر معه مسكين يعطيه فطاره وصحوره بحيث أنه يبقى طعم المسكين طعامه يوم كامل من أوسط ما تطعمون أهليكم يعني من طبيعة الطعام اللي بيأكل منه هو وأهل بيته وممكن أنه يخرج نصف صاع من أغلب قوت البلدة لإنسان فقير ممكن أن هذا الفقير يأخذ كذا يوم وممكن أن يعدد الفقراء يعني من حقه أنه ينوع في الفقراء ومن حقه أنه يعطيها لفقير واحد يفطره كل يوم من هذه الأيام نصف صاع من أغلب قوت البلدة سواء كان أرز أو قمح أو طمر أو شعير أو زبيب أو ما شبه ذلك بتختلف ذكرنا أن الفتوى حددت قبل ذلك فيما يتراوح من 10 إلى 20 جنيه كحد أدنى عن الفرد عن اليوم فمن استطاع أن يزيد فهو أفضل لأن الزيادة عند الله فيها البركة ولكن الإنسان إذا كانت ظروفه ضيقة فعليه أن يخرج ما أعانه الله عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه أما بالنسبة للسنن المؤكدة فإحنا ذكرنا أن هناك سنن مؤكدة وسنن غير مؤكدة السنن غير المؤكدة فيه أربع ركعات قبل العصر لقول رسول الله صلى قبل العصر أربعا ودي قبل العصر لكن ما فيش بعد العصر سنة بعدي العصر والفاجر ما فيش بعدهم سنة بعدي وفيه قلنا أربع ركعات بنقول فيه ست ركعات بعد المغرب وأربعة بعد العشاء دي غير مؤكدة غير الركعتين المؤكدة يعني فيه ست ركعات بعد المغرب هيكون منهم اتنين مؤكدة لكن خلينا نتكلم في 12 ركعة مؤكدة ذكرناها قبل كده عشان الإنسان يحافظ عليها احنا قلنا ركعاتين بعد المغرب ركعاتين بعد العشاء ركعاتين قبل الفجر واثنين بعد الظهر واربعة قبل الظهر إذا مشينا بالترتيب فالفجر قبل ركعتين والركعتين دول أهم سنة في سنة اليوم كله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاص بها حديث وقال ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها الركعتين بتوع الفجر دول اللي هم اللي قبل صلاة الصبح أو قبل صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها صلاة الظهر فيها أربعة قبلها واثنين بعدها المغرب بعدها ركعتين والعشاء بعدها ركعتين المدام عزة اتصال تفضلي السلام عليكم عليكم السلام عليكم أهل النساء لو سمعت حضرينك كنت عايزة أسأل أنا لو عايزة أعمل قرض أسد جديد فهل يجيز أو ولا لا لأن أنا يعني فرحنا تعباني وعليه جديد وصيده وأنا مريضة مرض مزيد شفاك الله وعفوك نسأل الله العظيم رب العظيم أنا شفاكي وأفوك كربك وأكل لقلوب المسلمين إن شاء الله حاضر تفضلي الأخت تسأل عن القرض إذا كانت هي محتاجة تأخذ قرض طبعا الحقيقة موضوع القرض اختلف فيه العلماء وفيه اختلاف كبير ولكن إحنا عايزين نقول أو إن فيه قاعدة سابتة إن فيه حاجة بتقول الضرورات تبيح المحظورات إذا كان فيه ضرورة إن الإنسان يخشى على نفسه الهلاك إذا كان الإنسان مثلا مقبل على عملية جراحية والعملية دي محتاجة مال وما فيش معاه فلوس وممكن يموت أو يهلك النفس تهلك هو أو حد من عائلته إن لم يأخذ هذا القرض وكان هذا القرض بفائدة قد تكون فائدة ربوية في هذه الحالة أجازها العلماء من باب أن الضرورات تبيح المحظورات وأن دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة لكن في حالة عدم وجود ضرورة يعني يستحب أن الإنسان يحاول يقترد كرد بدون فائدة من أهل الخير أو الجمعيات الخيرية المخصصة لذلك حتى لا يقع نفسه في دائرة الشبهات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال وبين والحرام وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشوهات فقد برئة لدينه ولنفسه نأخذ اتصال من الأستاذ حسن بسم الله عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك أستاذ حسن تفضل مبطلات الصيام سألت عن إيه يعني مثلا النعد الشاب ده أقول يبطل الصيام أولمية بطل الصيام أنا ما سمعتش النقطة أو أنت بتتكلم عنها قول تاني يا أصوص أني ما قولك حضرتك عاوز أعرف إيه يبطل الصيام حاضر ماشي والسهور التاني برضو عاوز أعرف معها يا فنديم أيها سمعك تفضل السهور التاني عاوز أعرف فيها اللي يبطل ننقض الوضوه برضو حاضر ننقضات الوضوه يعني مثلا لما أجل رفع الحزاء ينقض الوضوه أو يبطل الصيام في الاتنين أنت بتسأل عن رفع الحزاء أيها مثلا يعني السفل النعدية ينقض الوضوه ينقض الوضوه ينقض الصيام فيهم آآ 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 حاضر ماشي يوصلك إلى فنديم أه تفضل تفضل ماشي يا فنديم وبرضه أتمنى أنت أنا فنديم أنا حالية دي أنا أتمنى من حد يكون فيها الخير أنا توصل معاك إن شاء الله أتفضل طبعا الأخ الكريم بيسأل عن نواقد الوضوء وعن مبطلات الصيام من المعروف أن نواقد الوضوء ما خرج من أحد السبيلين سواء من القبل أو من الضبر يعني إخراج البول أو البراز أو الريح أو ما شابه ذلك فهذا ينقض الوضوء بالإجماع وفيه أمور مختلف فيها بين العلماء زي مصافحة الرجل للمرأة ودي على الأرجع أنها لا تبطل الوضوء وفيه أكل لحم الجمل أو لحم الجزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضع وده كان مرتبط بموقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن الأمور المتفق عليها زي ما قلنا ما خرج من أحد السبيلين ده على الأشهر إن ده اللي بينقض الوضوء لكن بالنسبة لمبطلات الصيام علشان إحنا في شهر رمضان إحنا ذكرنا أن مبطلات الصيام سبعة أول حاجة الأكل والشرب عمدا في نهار رمضان يعني من أكل أو شارب عمدا في نهار رمضان فعليه القضاء وقد أثم إثما عظيما لأن من أفطر يوما بغير عزر في رمضان لم يجزئه صيام الظهر وإن صامه والنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج رأى قوما معلقين من عراقي بهم مشققة أشداقهم وأفواههم تنزف دمى ولما سأل جبريل عنهم أخبره بأن هؤلاء هم الذين كانوا يفطرون قبل تحلة صومهم يعني بيتناولوا المفطرات قبل معاد الإفطار أو قبل غروب الشمس وده مشكلة كبيرة لكن الإنسان لو أكل أو شرب ناسيا في رمضان فليتم صومه وكأنما أطعمه الله وسقاه لكن إن أكل أو شرب خطأ فهو ما علاهوش اسم لكن عليه القضاء خطأ بأنه يسمع أذان خطأ سواء في الفجر أو في المغرب غير الأذان الحقيقي فيكون كده تناول مفطر في غير وقت الفطر يبقى أول حاجة الأكل أو الشرب عمدا في نهار رمضان رقم اتنين ما كان بمعنى الأكل والشرب زي المحليل المغزية اللي ممكن تنقل الجسم أو نقل الدم اللي ممكن ينقل الجسم ويغزيه هذا يفسد الصيام رقم ثلاثة الجماع في نهار رمضان وده أخطر أنواع المفطرات لأنه يجب القضاء والكفارة والقضاء يعني صيام يوم مكان اليوم والكفارة يعني صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لمن لم يقوى على الصيام وده من أشد أنواع المفطرات رقم أربع إنزال المني عمدا في نهار رمضان سواء كان بالتقبيل أو اللمسة أو المباشرة أو باليد هذا يفسد الصيام ويوجب القضاء ويأثن صاحبه لكن إذا نزل المني لمرض أو برد أو علة مرضية دون شهوة فهذا لا يفسد الصيام كذلك إذا نزل في النوم على سبيل الاحتلام من احتلم في نهار رمضان وهو صائم فصيامه صحيح وعليه الاغتسال فور استيقاظه من نومه الأمر الخامس القيء عمدا في نهار رمضان إذا الإنسان حاول أنه يتقيأ عمدا كأن يدخل إصبعه في حلقه أو أن يغمز بطنه أو أن يشم رائحة نفازة تثير عنده التقيأ فهذا فسد صومه وعليه القضاء لكن من غلبه القيء يعني تقيأ دون أن يقصد أو دون إرادة فهذا صيامه صحيح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فعليه القضاء وأما الأمر السادس والسابع فدخص بالمرأة وقلنا هو نزول دم الحيض والنفاس وتحدثنا عن مسألة الحيض والنفاس وأن المرأة عليها تقضي الأيام التي أفترضها بسبب دم الحيض أو النفاس ولكن لا تقضي الصلاة التي فاتتها نأخذ ابتصال من أم محمد فضلي السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا لو سمحت فضلت الشيخ أنا عايز أسأل حضرتك سؤال كده فضلي طب فيه جارنا كده جنبينا وإحنا تخنجنا مع بعض من ثلاث سنين بسبب إن هو نزل البيت كان بيعني بيسرق مثلا بيسرق البيت يعني فإحنا لنا ثلاث سنة بنكلمش بعض فأنا شايل الزنب يعني كده أنا ما بكلمهمش ليه ثلاث سنة بس أنا حاسة بزم يعني أحد يدخل مثلا يصلحنا يعني يعني كده أنا كل واحد في حاله أحسن ولا إيه ترى حضرتك في الموضوع زوجك موجود يا محمد زوج حضرتك موجود طيب شكرا هنجاو أم محمد بتسأل إن هي لها جار الجار ده كان صدر منه إساء إليهم أو حاول إن هو يأخذ شيء من بيتهم على حد قولها وحدث بينهم خلاف وحصل خصام لمدة ثلاث سنوات وحتى الآن في قطيعة من المعلوم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار والصحابة الكرام قالوا ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى ظننا أنه سيورسه يعني سيجعله من أهل الميت الذين يرسون فيه أو من أهل الإنسان الذين يرسون فيه بعد موته والرسول صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه يعني أزاه الإنسان لا ينفعش أنه يؤذي جاره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا ليس منا من بات شبعان وجاره جائع والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارة إذن الجار له حق كبير في الإسلام من المعلوم هذا لكن إحنا بنقول إن حصلت قطيعة الأخت السائلة بتقول أنا ما بكلمش جارك أنت ملكيش أصلا تكلمي جارك هو زوجك هو اللي يتعامل معاه ويكلمه لكن طبعا زي ما قلنا الدين بتاعنا دين بيحفظ للمرأة مكانها في البيت والمرأة مش هتكلم جارها ولا مطلوب منها أن هي تتواصل مع جارها مطلقا فأنت مش عليك يزنب بالعكس فأنت ما تتواصليش أصلا مع الرجال مطلقا لكن زوج حضرتك إذا كان موجود أو أولادك هم اللي يتعاملوا معهم بتعامل السلام والمعرفة والمحبة وبدون أي إساءة لكن طبعا بالنسبة لك أنت مش ملزمة بأن أنت تتواصلي مع جارك أو تكلميه على الإطلاق معنا اتصال من مين؟ السلام عليكم لو سمحت يا شيخ لو سمحت أنا دلوقتي مريضة مرض مزمن ومفروض أن أخذ علاج قبل الفطار يعني ما يكونش وكلة خالص قبل الأكل بساعة أنا بغضت ساعة المغرب وبفتر على عيشها هل حرام؟ أنت قلت أن أنت مريضة بمرض بيخليك تاخدي دواء معين أنا ساهم الغدة كلها ناس ألوها عزيزة رب العاشر عزيزة يا شفياكي إحنا تكلمنا في هذا الأمر تفضل يا فاند نتكلمنا في هذا الأمر أن الإنسان طبعا مدام مريض بمرض والأطباء أقرب أن الصيام ممكن يضره أو يمنعه من تعاطي دواء لازم ياخده في توقيت معين التوقيت ده في فترة الصيام يبقى أصبح معه رخصة للفتر ولا اسم عليه ما فيش عليك أي زنب مؤقتا بالعكس ده أنت لو ضرت نفسك وصمت تكون آسمة وتكون عاصية لله إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه والنفس من مقاصد الشريعة الخمسة اللي الإسلام أمر بالحفاظ عليه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى الإنسان عن أن يضر نفسه أو يضر غيره بقال لا ضرر ولا ضرار ومدام الأطباء أقرب أن أنت محتاجة أن تتناولي دواء معين في توقيت الصيام يبقى أنت لازم تفطيري عشان تتناولي هذا الدواء وإذا كان المرض مزمن يعني لا يرجى برؤه فأنت عليك الفدية إطعام مسكين أو التصدق بنصف صع من أغلب قوة البلدة عن كل يوم تفطيرينه والله عز وجل يشفيك ويشفي مرضى المسلمين إن شاء الله إذن يعني في النهاية نود أن نقول لا بد للإنسان أن يستثمر وقت شهر رمضان إن لكم في أيام ظهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها هذا الشهر المبارك ضيف نزل عزيزا علينا وسيرحل إما شاهدا لنا أو علينا فعلينا أن نتزود من الزادي ومن الطقوة لأن الدنيا فانية ولن يبقى لنا إلا العمل الصالح جئنا إلى الدنيا ونحن سواسية طفل الملوك هناك طفل الحاشية ونفارق الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية أعمالنا تعلي وتخفض شأننا وحسابنا بالحق يوم الغاشية فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقية فغدا مصيرك لا تراجع بعده لجنان خلد أو لنار حامية نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا مناهيه وأن يجعل مستقبل حالنا خيرا من ماضيه حفظ الله مصر وأهلها وشعبها وجيشها وأدام عزها ورخاءها ووفق إلى طريق الخير أبنائها وحفظ بلاد المسلمين أجمعين وصرف عنها البلاء والوباء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته